السلام عليكم معكم الدكتور فراجة بولليل هنشوف مع بعض فيديو بسيط عن حصاد الامح طبعا الامح زي ما انتم عارفين هناخد معلومات بسيطة على السريع كده يعني الامح من المحاصيل الحبوب المهمة على مصر العالم احنا عندنا هنا في مصر الحصاد يدوي الحصاد اللي انتم شايفينه ده حصاد آلي دخل الحصاد اليدوي على النطاقة دايق عشان الحياسات المفتتة عندنا في مصر احنا عندنا هنا طبعا في مصر بالمساحة المزروعة 3 و 3 مليون فدان وبننتج حوالي 9 مليون طن وبنستورد حوالي 10 مليون طن احنا اكبر مستورد على مستوى العالم للامح الدول المصدرة اكبر مصدر طبعا هي روسيا واوكرانيا وفرنسا دول المصدرين الاساسين للامح والآلة اللي انتم شايفينها دي هاي آلة حصاد متطورة طبعا دي بتنفع في المساحات المفتوحة مش الحيازات المفتتة اللي عندنا هنا في مصر لان طبعا الحيازات هنا مفتتة فبالتالي الآلات استخدامها على نطاقة قل زي ما انتم شايفين الآلات دي هاي موجودة في روسيا طبعا عندهم مساحات كبيرة والامح بزرع بمساحات مهولة ومعظم الراي مطري او بيستخدموا آلات راي حديثة برضو في المساحات اللي بتتروي احنا هنا عندنا مش مشكلة في الحيازة على قد ما الاراضي برضو مساحاتها قليلة وبينفسوا البرسيم المصري ما ننساش انه ده محصول شتوي وبيزرع في الشتاء والبرسيم المصري بيزرع في الشتاء برضو طبعا البرسيم المصري من الغزاء المهم للحيوانات فده من المحاصيل الاساسية اللي بتنافس الامح في كمحصول شتوي ده نوتس بسيطة بس قلنا اني دردش فيها عن محصول الامح نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم